اشتركوا في القناة لكن قبل امس الحلقتين الماضيتين كنا نكلم عن رسائل وجهناها رسالة الى من يحج كل عام ورسالة الى من لم يحج حتى وقته هذا وعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من المال والصحة اليوم رسالة ثالثة هذه الرسالة الثالثة لمن قعد في بيته وحرم من الذهاب الى بيت الله الحرام بغض النظر عنده فقير معدم لكن له حبس له عذر وهو جالس قد يكون حج قبل ذلك وقد يكون لابي حج قبل هذا والشوق يحدوه والأمل يحوط به من كل جانب وغاية أمانيه أن يكون حاجا إلى بيت الله الحرام هذه الرسالة أقولها لهذا الصنف من الناس لا تحسن لا تيأس أولا أنت في هذه الأيام المباركة هذه العشر الأوائل من ذي الحجة الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم بلياليها إذ يقول ربنا جل وعلا والفجر وليالي عشر وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني الأيام العشر العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء هذا فقط إذن هذه الأيام أيام مباركة فاضلة الإمام الدين القيم رحمة الله عليه ينقل عن شيخه شيخ الإسلام من 200 سؤل أي الأيام أفضل أو أي العشر أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان يقول فقال قدس الله سرة أما الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أفضل أيام العام على الإطلاق حتى من أيام رمضان حتى من أيام رمضان من الأيام الأول والأيام التي في وسط رمضان بل وأفضل من الأيام الأواخر التي في رمضان لكن الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من غيرها حتى من هذه الليالي العشر التي نعيش في أجوائها الآن إذن هذه أيام مباركة فاضلة أقسم الله جل وعلا بها ويستحب الإنسان أن يكثر فيها من العمل الصالح هناك شوق نعم هناك شوق للإنسان أن يكون مع الحديث ولماذا لا يشتاق أحد الصالحين رأى الحجيج في طريقهم إلى بيت الله الحرام وقت خروجهم فوقف يبكي وقال واضع فاه ثم تنفس وقال هذه حصرة من انقطع عن البيت فكيف بحصرة من انقطع عن رب البيت إذا كان الإنسان يتحصر لأنه لم يذهب إلى البيت فكيف بهذا العبد الضعيف المسكين الذي انقطعت العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى قولوا أيها الإخوة الكرام هناك شوق أحد الناس سمع هذه الأفواج التي تذهب إلى بيت الله الحرام فوقف يقول يا راحلين إلى منا بقياد هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وما له وما له لا يشتاق إلى بيت الله الحرام والله أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق راجعك يومي ولدته أمه ولماذا لا يشتاق والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جل وعلا لا يبعثن الله تبارك وتعالى الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق يجهد على من استلمه بحق لماذا لا يشتاق الإنسان وهو يحود نقيا طاغرا مجرد أنه يصلي رقعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا قبل ذلك كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل طوافه بين الصفة والمروة كمن أعتق سبعين من ولد آدم عليه السلام إذن هذا الشوق موجود بل ومطلوب إذن كيف يذهب الإنسان هذا الشوق يذهب الإنسان هذا الشوق لو أنه أدرك بعض الأعمال التي تعطيه ثواب الحج ومن أول هذه الأعمال نية خالصة أن تكون لك نية خالصة هذه النية الخالصة تبدأ وأنت في مكانك هذا تتمنى لو أنك خرجت لو أنك هناك لو أن الله أعطاك لكنت مع الحجيج لو أن الله جل وعلا مكانك لكنت هناك مع الحجيج لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاك صحة وعافية وأمنا لكنت مع الحجيج وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا رجال صحابا كانوا في غزوة فهم في المعركة رجعين من المعركة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة لا رجال مسرت مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبساهم المرض في رواية إلا شراكوكم الأجر شراكوكم الأجر نعم في الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه الله جل وعلا مالا وعلما عند العلم وعند المال فاستخدم هذا المال في أبواب الخير بجواره رجل لم يعطيه الله جل وعلا مالا لكن أعطاه علما فقال لو أن الله أعطاني مثلما أعطى فلان أي من المال لفعلت مثلما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل درقم ثلاثة أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما أين ينفق هذا المال؟ في أبواب الشر ورجل لم يعطيه الله ماله ولم يعطيه الله علما وهذا أحمق قال لو أن الله أعطاني مالا لفعلت مثل ما فعل فلان أي أنفق هذا المال في الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء إذن نيتك من الآن تعطيك أجر الحجي إن شاء الله جل وعلا الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام هو المحافظة على صلاة الفجر أعيز ثواب الحج أعيز كمان ثواب العمرة لو واصبت على صلاة الفجر وجلست تصلي ركعتين بعد شروق الشمس أعطاك الله جل وعلا ثواب الحج وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى شروق الشمس ثم صلى ركعتين ماذا له قال صلى الله عليه وسلم كاتب الله له أجر حجة وعمرة تامة 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 أجر حجة وعمرة تامة 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 أليس هذا بأجر عظيم؟ نكمل إن شاء الله جل وعلا ما نحصل به أجر الحج والعمرة بعد الفاصل فانتظرونا بسم الله الرحمن الرحيم عودنا ليكم أيها الأخوة والأخوات وما زلنا في هذه الرسالة التي أوجهها إلى من غاب عن الحج هذا العام قلنا بأن هناك عدد من الأعمال التي يستطيع العبد من خلالها وهو في بيته جالس يدل الثواب الحج يعني بتحق أنت بيتك من هذه الأشياء أيضا حضور مجالس العلم في بيوت الله جل وعلا يعني أنك تخرج من بيتك تروح تذهب إلى بيت الله تعالى سواء كنت تعلم أو تتعلم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه ماذا له؟ ماذا له؟ عد معي كان له أجر حج تاما حجته من خرج من غدا من بيته إلى بيت الله جل وعلا خارج ليه؟ يعلم خير أو يتعلم خير أجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له أجر الحاج يعني حاج تام فهذا ثواب عظيم فانت تخيل أنت كده شبق مكان تعلم أو تتعلم فيه من هذه الأمور أيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات أن العبد يسعى إلى بيت الله جل وعلا ليصلي فريضة في بيت الله قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة في الجماعة مشى يعني طالع من بيته صلاة مكتوبة يعني فريضة صبح وظهر عصر مغرب عش في الجماعة يؤشرات أن يكون فيه جماعة قال صلى الله عليه وسلم فهي كحجة تبلوكات صلاة نافلة رايح صلي ضحى أو ما شبه ذلك فهي كعمرة نافلة يبقى أنت رتب نفسك أن يكون لك يوم مش يوم بقى ده كل يوم بقى خمس أوقات تذهب إلى بيت الله جل وعلا ماذا تصنع تصلي الفريضة في جماعة من هذه الأعمال أيضا وده باب نحن بحاجة إليه هذا الباب هو بر الوالدين وده باب نحن بحاجة إليه في هذه الأيام وفي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل هذا الرجل يتمنى أن يكون مجاهدا في سبيل الله جل وعلا لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشتهي الجهاد لكني لا أقدر عليه مش قادر ضعيف طبعا الجهاد هنا في هذه الحالة كما يسميه علماؤنا هو من باب جهاد الطلب وليس جهاد الدفع يعني بلاد المسلمين مش محتلة كما هو الآن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد عندك حد أبوك أمك قال أمي وكأن الرجل يعني وقد بابا فيستهن يعني قال أمي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبل الله فيها في رواية فاتق الله فيها تبلو دا حصال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجهد برك بأبيك برك بأمك تأخذ ثواب الجهاد في سبيل الله ثواب الاعتمار لبيت الله ثواب الحج في سبيل الله طيب إحنا قلنا عندنا تصلي الفجر في جماعة قلنا كمان قبل كده تنوينية الحج وانت قاعد في بيتك قلنا كمان انك تصلي الفجر لحد ما تذكر الله في جماعة وتصلي الضحى قلنا تصلي صلاة الجماعة في المسجد قلنا تغدو إلى المسجد تعلم علما أو تتعلم علما خيرا قلنا كمان ان انت تبر أباك أو تبر أمك هو الحج أصلا العبد بيروح الحج ليه مش لما فرط الذنوب مش عشان الجن طيب يا سيد الفاضل وانت قاعد في قلبي بيتك لم تنثب إلى الحج أليس هناك من الأعمال الصالحة التي يعطيك الله جل وعلا ثواب الحج وانت قاعد في بيتك يعني رب يغفر لك ويداخلك الجن على سبيل المثال لو أن العبد جلس في بيته يذكر الله جل وعلا ففاضت عيناه قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار واحد عين بكت من خشية الله اثنين وعين باتت تحرص في سبيل الله فإن كنت مرابطا أو تستطيع أن ترابط أو تجاهد أو تستطيع أن تبكي من خوف من الله جل وعلا حباك الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنب وتدخل جنة الله سبحانه وتعالى طيب إيه كمان عندك من قرأ صورة من قرأ آية الكرسي لذا قرأت آية الكرسي ومت في يومك تدخل الجنة عندما تقرأ آية الكرسي بعد صلاتك السلام عليكم السلام عليكم تسبح 33 وبالمناسبة إذا سبعت 33 وكبرت 33 وحمدت الله جل وعلا 33 غفر الله جل وعلا كذبك زي الحق بالضبط بربنا يغفر لي زنبه وأيضا إذا قرأت آية الكرسي ومت من ليلتك دخلت الجنة يبقى ثوابك زي بالضبط الذي يذهب إلى بيت الله الحرام تمن أعظم الأعمال اللي ممكن أنا وإنت وكل واحد مننا بيعمله وأختم بهذا إنك تواضب على الوضوء وإنت بتتوضح تدرك جيدا إن أنت بعد هذا الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ توضأ يعني أعطى كل عضو حقه خلل الأصابع وطمضمض واستنشق قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية إنت عايز إيتاني تفتح لك أبواب الجنة الثمانية إذن أيها الإخرة الكرام من اللي قاعد في بيته الذي اشتاق إلى بلد الله الحرام ولم يستطع الذهاب يكفيه أن يعمل هذه الأعمال وثواب الله عظيم وفضل الله كبير لأنه ما خلقنا إلا ليرحمنا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى المتقى في حلقات الأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بيار حباها الله منزلك يهفو إليها إلى أفيائها البشر هذه بيار حباها الله منزلك يهفو إليها إلى أفيائها البشر قدني إلى البيت تسعى في جوانبه نسائم بأمان الله تنتشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر